الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية رئيس والوزراء يستعرضوا بمنتدى شباب العالم جهود مصر في مواجهة تغيرات المناخ والحكومة تنفي اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط موجز الظاهرة من شبكة تلفزيون النهار مشاهدين الكرام أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتح السيسي اليوم فعليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم والذي انطلق بالأمس في شرم الشيخة وشارك الرئيس السيسي اليوم في جلسة تحت عنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخة لمواجهة التغير المناخية وقال الرئيس السيسي إن مصر تحركت بسرعة كبيرة لمجابهة التغيرات المناخية رغم أن انبعاثاتها من الكربون تكاد تكون لا تذكر كما أشار الرئيس السيسي إلى البصيرة المستنيرة لمصر والتي تحركت سريعا قبل خمس سنوات لبدء شراكات لصناعة السيارات الكهربائية ومن المقرر أن تنتج أول ثمارها في سيارة كهربائية مصرية الصنعة في العام القادم 2023 وكذلك بدأت بإحلال السيارات إلى نظيراتها العاملة بالغزة وفي السياق ذاته أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق الضخمة التي تعمل عليها مصر هدفها الرئيسي هو تقليل حجم الانبعاثات رغم ما تكلفته الدولة من أموال طائلة أما عن مبادرة حياة كريمة والتي تغير حياة ستين مليون مصرية فقد أوضح الرئيس أن المبادرة تستهدف بالأساس مجابهة التغيرات المناخية من خلال تبطين الترع قال رئيس والوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابع المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخة يناقش العديد من القضايا المحورية التي تخص العالم كله واستعرض مدبولي خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان الطريق من جلاسك إلى شرم الشيخة ووجهت التغيرات المناخية اليوم لمعدلات التغير المناخي الذي حدث خلال الأعوام الماضية وما سيحدثه هذا التغير من مخاطر على الإنسان والبيئة وأكد رئيس الوزراء أن العالم سيصاب بخسائر مدية كبيرة خلال الأعوام المقبلة بسبب هذا التغير المناخية وقال رئيس الوزراء أن مصر من أكثر الدول عرض لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وهو ما دفعها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية وأضف رئيس الوزراء أن مصر أيضا اتجهت لتنفيذ المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتبع رئيس الوزراء بأن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة وسوف تكون من أسرع الدول في النمو في مجالات الطاقة الكهرومائية موضحا أن جاذبية مصر في الاستثمار في الطاقة المتجددة تزيد وترتفع بصورة عالية وأصبحت مصر من أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وهي واحدة من أهم الدول المنتجة للهايدروجين الأخضر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع وموضحة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية بهدف تأسيس مدينة متكاملة على المستويات الإدارية والاقتصادية والسكنية والخدمية وتشمل كافة الخدمات حيث تضم ثمانية أحياء سكنية لاستيعاب مليوني مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمليوني ومئة وثمانية وسبعين ألف مواطن بالمعهد القومي للقلب التابع لهيئة المستشفيات والمعهد التعليمية خلال العام الماضي وذلك في أطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بأنه يجري حاليا الاستعداد لانطلاق المنظومات بمحافظات المرحلة الأولى في محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس إضافة إلى محافظة الأقصر وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والبترول والكهرباء والاتصالات والمحافظات المشار إليها على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة وكشف وزير التنمية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية ومؤكدا أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرارة مؤكدهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهدف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030 تابع وزير الإسكانة الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة بنسويف الجديدة خلال العام الماضي لافتا إلى أن مدينة بنسويف الجديدة هي أحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل إقليم محافظة بنسويف وعن قطاع الإسكان والخدمات قال وزير الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 5304 وحدات سكانية لمحدود الدخل إسكان اجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بتكلفة تقدر بـ 520 مليون جنيه كان هذا مجازة ظاهرة من تلفزيون النهار مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة